معي من بغداد الخبير العسكري دكتور أحمد الشريفي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور أحمد نتحدث عن تقدم للقوات العراقية شمال غربي الموصل استعادة أحياء جديدة من احتلال داعش هذا يقربها هذا ما يصل من أخبار من الموصل القديمة حيث جامع النوري لمن تختلط عليه الأمور اليوم لأنه تحدثنا عن وجود معارك تحقيق بعض التقدم قبل في الموصل القديمة إنجازات بجامع النوري كيف ممكن بداية أن نشرح المشهد العسكري هناك بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة هناك ثلاث مناطق تحيط بجامع النوري هي مناطق تصنف أنها حيوية وهي مصدر دعم لوجستي للتنظيم يعني بها الشفاء والزنجيلي والإصلاح هذه بالحقيقة الآن هي بشكل أو بآخر تخضع إلى ما يطلق عليه بفرض السيادة من قبل قطعاتنا رغبة في عزل جامع النوري بوصفه هدفا معنويا وتعبويا للتنظيم عن سائر المناطق التي لم تحرر بعد في الساحل الأيمن فضلا عن اندفاع بمحاور متعددة ومشاغلة بشكل متحرك لقطعات لسبوع كان الرد السريع والاتحادي أو جهاز مكافحة الإرهاب مسنودا بالجيش العراقي في المناورة بمحاور متحركة رغبة في تفعيل مسألة الاشتباك من قبل التنظيم وإظهاره لأن الكثير منهم كان مختبئا ويشاغل عبر الظهور المباشر ثم الاختفاء هذه بالحقيقة المناورات التي تجري في الساحل الأيمن هناك رغبة في توسيع عملية الجهد الساند في تفعيل الجهد الجوي وهناك إسناد من قبل التحالف الدولي في هذا المضمار وكذلك هناك إسناد من منطقة الشلالات عبر المدفعية الثقيلة لبعض المناطق رغبة في إحكام السيطرة وتحقيق التماس مع ضرفة النهر بشكل كامل كيف يختلف المشهد إذا ما تحدثنا عسكريا كيف يختلف عن أيام أو الفترة القليلة الماضية إن كان للقوات العراقية وكل الفرق المشاركة ومنها طبعا مكافحة الإرهاب أو لداعش أيضا وأدائه بعد ما يحدث بكل ما نعرفه عن داعش عن فرار عن قتل من حيث سير العمليات العمليات باتت أكثر فاعلية والسبب الفاعلية التي حصلت هو تحريك محاور الاشتباك والقيام بعمليات مناورة والتفاف وبالتحديد في المحور الشمال الغربي والآن في المحور الغربي هذه العمليات واعني بيها مش يارفة هذه العمليات استدرجت التنظيم إلى أن يتحول من موقع دفاع ساكن إلى اشتباك متحرك والاشتباك المتحرك يجعل التنظيم بشكل أو بآخر مكشوف للإسناد الجوي سواء كان استطلاعا أو استمكانا ومن ثم تدمير فهذه الفاعلية أثرت بشكل على قدرات التنظيم سواء كانت البشرية أو التسليحية فضلا عن أنه الآن عزل في مسرح العمليات عزل جامع النوري عن بقية المناطق التي لم يتم تحريرها هذه أيضا معادلة مهمة جدا حصلت في العاونة الأخيرة ما يتم استعادته من داعش ما الذي يحكى عن هذه الأحياء أو هذه المناطق ما أثر داعش من تدمير وضع عسكري كيف تكون المنطقة بالحقيقة التدمير كبير جدا وداعش كما تفضلتم هو يستخدم مسلوب الأرض المحروقة ولكن ما يعنينا أنه بالحقيقة المعاناة والمأساة كانت كبيرة ووقوفا عن هذه المعاناة والمأساة الكبيرة يفترض أن يكون هناك سبق نظر من صانع القرار السياسي في أن يهيئ مستلزمات إدارة معركة تختلف عن المعركة العسكرية وهي معركة إعادة الإعمار وإعادة الاعتبار للسكان المحليين تبتدئ بتفعيل الوحدات الإدارية حتى يصار إلى إعادة الحياة إلى المدن وإعادة المدنيين إلى وضعيتهم الطبيعية ففي تقديرنا المأساة كبيرة جدا وتستلزم أن تكون هناك إجراءات سريعة وما دمنا نتحدث عن معارك حسيم لابد من الآن نهيئ أنفسنا لمسألة إعادة الإعمار لأن الأضرار تكاد تكون شاملة في كل المناطق التي خضعت للإشتباك والتحديد في الموصل مع تقدم المعارك وبغض النظر عن تفاصيلها أيام نتحدث عن تقدم أيام نتحدث عن تحقيق إنجازات ولكن ببطء بسبب المدنيين وأخذ العديد من النقاط بعين الاعتبار كيف هو وضع داعش العسكري اليوم؟ بالحقيقة في القياس هو منهار ولكن هذا لا يعني حينما نقول أنه منهار هو يستسلم لأنه في مناطق قتل وعني به التنظيم والتنظيم كلما كان في مناطق قتل يزداد شراسة لا سيما أن هناك فصلا قد حصل بين من انتمى إلى التنظيم من السكان المحليين والذي استطاع أن يغادر مسرح العمليات بشكل أو بآخر ومعظم من تبقى الآن في مسرح العمليات هم أجانب ويقاتلون بشراسة إدراكا منهم أنهم لا يمتلكون حتى خارطة الخروج من المنطقة وبالتالي هم يقاتلون انطلاقا من هذا المبدأ ويقاتل إلى حد أن يكون انتحاريا فلذلك الاشتباك شديد جدا ولكن لا يعني أن تقف قطعاتنا في حالة تكافؤ دون أن تأخذ بمبدأ التقدم حتى وإن كان تقدما بطيا ولكن حتى نفعل مسرح العمليات في تقدير رعان الأوان إلى أن يصار إلى استخدام القوات المجوقلة والقيام بعمليات كوماندوز لإسكات بعض النيران لأن مسألة أيضا نعيد ونكرر هذا القضاء مسألة الرهان على السقف الزمنية العالية سيؤثر على رفع السقف معاناة ابنائنا منهم عالقين بين النيران أنا أشكرك جزيلا من بغداد الخبيل العسكري دكتور أحمد الشريفة